اضطر الاف الاشخاص الثلاثاء للاحتماء بشواطئ جنوب شرق استراليا هربا من الحرائق العنيفة التي تعصف بهذه المنطقة السياحية ووجد حوال اربعة الاف من المصطوفين والسكان المحليين انفسهم محاصرين على شاطئ البحر في مدينة مالاكوت ولجأ بعض السكان للفرار عبر البحر على متن قواربهم هربا من اسوأ الايام المسجلة منذ بدء هذه الحرائق الواسعة التي اندلعت في عيلول سبتمبر واسفرت الحرائق عن تدمير عشرات الممتلكات منذ الاثنين وفقد سبعة اشخاص على الاقل في ولايتي نيو سوث ويلز وفيكتوريا الواقعتين جنوب شرق استراليا